في الوقت اللي الناس فاكرة فيه انه مفيش اي تحركات في موضوع ايهاب عبد الرحمن خلينا اقول لكم انه في تحقيقات لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواد اثبتت تعاطي ايهاب عبد الرحمن للمنشطات اكلمكم عن موضوع حقيقي في لجنة تحقيقات موجودة في البرازيل طلعت لجنة من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب تحقيقاتها اثبتت انه ايهاب عبد الرحمن تعاطي المنشطات فعليا وانه اللاعب رفض اجراء التحليل التاني اللي طلب منه لتعاطي المنشطات خوفا من اثبات العينة الثانية لتعاطي المنشطات التقرير بتاع اللجنة اللي حيبقى رسمي قريب جدا اللي حيبقى رسمي قريب جدا انه سيقالوا انه حيتم استدعاء مهندس خلد عبد العزيز وزير الشاب والرياضة والدكتور وليد عطى رئيس اتحاد العام القوى بخصوص الموضوع ده وكان سافر في ساعة مبكرة من صباح امس الوافد ده الوافد المقاومة خمس نواب للبرازيل اللي تحقيق في بعض الامور اللي وصلت للجنة كان من ضمنها برضو عدم اقامة البعثة في اماكن جيدة وردائة الملابس مقارنة بالبعثات الاخرى بجانب طبعا تحقيق فرافع احد اللاعبين المصريين عالم السعودية في حفل الافتتاح بجانب عالم مصر الموضوع بتاع السعودية ومصر ده خلص خلاص قتل لبحث النمو المفاجأة الحقيقة هي موضوع ايهاب عبد الرحمن من خلال اللجنة الخمسية المكونة من اعضاء مجلس النواب واللي سفرت للبرازيل عشان تستطلع الامر وتستوضحه بشكل جبير اشتركوا في القناة